في اندونيسيا يبحث قادة دول رابطة جنوب شرق آسيا أو ما تعرف بآسيان مع الصين الاتجاه المستقبلي للعلاقة فالصين جارة جيدة وصديقة عظيمة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار هكذا يرىها رئيس الوزراء الماليزي إلا أنها نظرة لا تمحو خلافات آسيان والصين فما التفاصيل؟ الصين كانت قد أصدرت مؤخراً خريطة رسمية جديدة أثارت غضب دول من آسيان مثل ماليزيا والفلبين وفيتنام فهذه الخريطة حددت بحر الصين الجنوب بأكمله تقريباً كجزء من أراضيها متجاهلة حقوق الدول الأخرى المطلة عليه فندي الصين في هذه السياسة ويقول رئيس وزرائها اليوم إن بكين تتخذ موقفاً مستقلاً وقوياً فيما يتعلق بحماية أمنها ومصالحها كما يدعو إلى معارضة سياسية أو معارضة سياسة الانحياز ومنع اندلاع حرب باردة جديدة التخوف من الحرب الباردة يأتي في ظل تقارير تتحدث عن توجه أمريكي قوي نحو تعزيز تقنيات ذكاء الاصطناعي لتطوير أسطول بري وبحري وجو من الأسلحة والمسيرات والروبوتات بهدف مواجهة الصين وذلك بحسب تقرير لوولستريت جورنل نتابع تفاصيله في التالي تسعى الولايات المتحدة إلى مواكبة الجيش الصيني الذي يتوسع بسرعة وسط مخاوف من أن بيروكراطية البنتاجون تستغرق وقتا طويلا لتطوير ونشر أنظمة متطورة صحيفة دي وولستريت جورنل الأمريكية كشفت أن الأنظمة المستقلة التي يعمل البنتاجون على شرائها تستخدم الذكاء الاصطناعي لمعرفة أهداف العدو ويمكن أن تشمل طائرات من دون طيار ذاتية القيادة في الجو والبحر كما يأمل البنتاجون في نشر آلاف الأنظمة لكن نائبة وزير الدفاع الأمريكي لم تذكر سوى القليل عن كيفية استخدامها وفي الخطب ستحدد نائبة وزير الدفاع الأمريكي بعض القدرات الجوية والبرية والبحرية التي تطلع البنتاجون إلى تطويرها ونشرت صحيفة دي وولستريت جورنل أن البنتاجون يراهن على أن يتوصل الناس لسنتاج مفاده أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ستكون أرخص وأسرع وأكثر أمانا وربما أعلى جودة وأن التكلفة ستنخفض طائرات من دون طيار وأنظمة قتالية وعسكرية مستقلة وشبكات واسعة من التكنولوجيا العاملة بالذكاء الاصطناعي هذا ما يسعى البنتاجون إلى تطبيقه على مدار العامين المقبلين والهدف نصب العينين هو مواجهة التهديدات المستقبلية من الصين ومن خصوم آخرين واشنطن تخطط إذن لإنشاء أسطول يواكب وطيرة توسع الجيش الصيني واستما خوف من أن بيروقراطية البنتاجون تستغرق وقتا طويلا لتطوير ونشر أنظمة متطورة أحد الأساليب المقترحة لتطبيق هذا النهج هو الاستفادة والبناء على قدرات فرقة العمل تسعة وخمسين وهي شبكة من الطائرات من دون طيار وأجهزة الاستشعار التابعة للبحرية الأمريكية والمصممة لمراقبة الأنشطة العسكرية الإيرانية في الشرق الأوسط البنتاجون يجهز تفاصيل خطته الجديدة وتتضمن إنفاق مئات الملايين من الدولارات لتطوير مجموعة من الآلاف من أنظمة ذكاء الاصطناعي الجوية والبرية والبحرية التي تهدف إلى أن تكون صغيرة وذكية ورخيصة في جزء من تلك الخطة يعتمد هذا المقترح على مجموعات من أنظمة ذاتية الحركة تطفو على المياه وتعمل بالطاقة الشمسية وغيرها من الموارد اللامتناهية كما أنها مجهزة بما يكفي من أجهزة استشعار للتزاود بمعلومات جديدة وموثوقة وشبه آنية من بين القدرات الأخرى التي يجري النظر فيها الأنظمة الأرضية الذاتية لتوفير الخدمات اللوجستية والأنظمة الفضائية الذاتية التي قد تكون كثيرة جدا بحيث يصعب على الخصم تدميرها والأنظمة الذاتية التي يمكنها الدفاع ضد الصواريخ القادمة كما تهدف تلك الخطة إلى نشر أنظمة ذاتية تعمل عبر الذكاء الاصطناعي لاكتشاف أهداف العدو ويمكن أن تشمل طائرات من دون طيار ذاتية القيادة في الجو وفي البحر بحسب ما أعلن حتى الآن فإن البنتاجون يعتزم إعداد قائمة بالاستثمارات الأولية قبل نهاية هذا العام بناء على ما يقول رؤساء الأركان والقادة المقاتلون أنهم بحاجة إليه وسيأتي التمويل من ميزانية البنتاجون الجديدة التي تتضمن ملياراً و800 مليون دولار لذكاء الاصطناعي للعام المالي عشرين أربعة وعشرين إذن تعمل الولايات المتحدة مع حلفائها لتحقيق هدفها بتطويق الصين سياسياً وعسكرياً فتوقع مع أستراليا مثلاً اتفاق أوكس وتعمق التحالف مع دول كواد نرصد هذه المحاولات الأمريكية في التقرير التالي نتابع في قلب المنافسة الكبيرة بين الولايات المتحدة والصين تجد منطقة جنوب شرق أسيا نفسها هنا تحضر الصين جغرافياً وتلحقها الولايات المتحدة بتحالفات تهدف لتطويق بكين عسكرياً من قبل الناتو الاسيوي الذي يضم إلى جانب واشنطن كل منسل وطوكيو حلف تخشاه الصين التي ترد بمنورات في بحرها الجنوبي تارة وفي بحر اليابان بمشاركة روسيا مرة أخرى على وقع أخرى تقودها واشنطن في المنطقة تحرك عسكري صيني يلحظ الخطر الأمريكي القادم من تايوان حيث تستمر واشنطن بدعم تايبي بالمعدات العسكرية وتطوير قوة الردع فيها لمواجهة أي هجوم صيني عليها وفي إطار جهود واشنطن إعادة توجيه مواردها باتجاه المنطقة اتفقت الولايات المتحدة والفليبين على استخدام جيش الأمريكي لأربع قواعد عسكرية جديدة في هذه الدولة التي يفصلها مضيق بحري عن تايوان خطوة تزامنت مع التقارب بين الولايات المتحدة وفيتنام التي تستعد لزيارة مرتقبة لرئيس الأمريكي بعد زيارة وزير دفاعها الذي دعا لتعزيز تعاون العسكري من أجل مواجهة نفوذ الصين في المنطقة ومعالجة إرث الحرب علاقة متصاعدة يقابلها تعاون عسكري أمريكي مع اندونيسيا الساعية للحياد عن الصراع مع الصين لكنها تنخرط بمناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة التي تتعهد بتطوير القدرات الدفاعية لجاكارتا حيث يشترك طرفان ببناء مركز تدريب بحري بقيمة ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف دولار في باتام بالقرب من سنغافورة والمدخل الجنوبي لمذيق ملقا إلى ذلك تحاول واشنطن توسيع دائرة حلفائها ضد الصين عبر تعزيز علاقاتها الدبلوماسية في المحيط الهادئ بافتتاح سفرة في جزر سليمان فالخطوة الأمريكية عقبت توقيع جزر سليمان اتفاقية أمنية سرية مع بيكين بعد غيابه أكثر من ثلاثين عاما الصراع قد واشنطن إلى أستراليا التي أقلقها نفوذ الصين فانضمت إلى التحالف أوكوس العسكري مع بريطانيا والولايات المتحدة في المحيط الهادئ هناك حيث تلقى قادة الجزر في قمة واشنطن وعدا من رئيس الأمريكي للمساعدة في درء ما سماه الإكراه الاقتصادي الصيني ووعد بالعمل بجدية أكبر مع الحلفاء والشركاء لتلبية احتياجات سكان الجزر اذا المنافسة اليوم بين الولايات المتحدة والصين ليست فقط اقتصادية ليست فقط سياسية إنما هي عسكرية ما مستقبل هذه المنافسة أناقش هذا الملف مع ضيفي عبر تطبيق زوم من بكين ينلم إلي دكتور فيكتور جاو نائب رئيس مركز الصين والعولمة في بكين أهلا بك ومن واشنطن السيد فريدريك فليتز المسؤول السابق في البيت الأبيض وزميل أول في معاة سياسات أمريكا أهلا وسهلا بك أبدأ معك سيد فريدريك ما طبيعة المخاوف التي تساور واشنطن اليوم لناحية وطيرة التطور العسكري الصيني أظن أن هناك فجوة الآن بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين فيما يتعلق بالقضايا الدفاعية وهذا أمر يتعين على إدارة بايدن أن تأخذه في الحسبان بشكل متزايد الآن مع كل الإمكانات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على وجه التحديد من ناحية أخذ هذه الإجراءات الدفاعية ومن أجل استباق الأمور ومن أجل أن تبقى كل الأمور تحت السيطرة وعدم إفلاتها عن السيطرة في كلا الطرفين اليوم هناك حاجة إلى التخطي هذه الاختلافات للتقارب في هذه المحاور أنا رأيت أنه من المؤسف أن الرئيس شي قال أنه سيتغيب عن قمة العشرين وأسفت لهذا الخبر لأنه كان من الضرورة أن يلتقي الرئيس بايدن بي الرئيس شي من أجل حديث عن هذه الاختلافات وسيكون هناك التمثيل الصيني طبعا في هذه القمة ولكن هذا سيطال فقط القضايا الاقتصادية السياسية قريلا ولكن أنا آمل أن نرى اجتماعا بين الرئيسين دكتور فيكتر قبل أن نتحدث عن المخاوف التي تساور واشنطن بخصوص التطور العسكري الصيني أريد أن أفهم أكثر عن أهداف الصين في هذا الإطار ما هدف الصين اليوم من تطوير جيشها وتوصيع قدراته شكرا جزيلا على استضافتي بالنسبة لي أظن أن الصين والولايات المتحدة الأمريكية لديهما اليوم هذه الإمكانات العسكرية القوية جدا على الساحة العالمية ولكن إن الإنفاق العسكري الأمريكي يتعدى الصيني بأربعة أبعاث والولايات المتحدة الأمريكية تسخر أيضا كل هذه القوات في القواعد السبعمائة وخمسين حول العالم ولكن إن التواجد العسكري الصيني متواجد في أرض في جيبوتي أو بالقرب من جيبوتي في القرن الأفريقي وهذا التواجد محدود جدا وذلك للقضايا الدفاعية فقط لا غير في ما تعنيه هذه الكلمة ولكن من المنظور الصيني إن الهدف الوحيد للإنفاق العسكري وتوسيع الإمكانات العسكرية هو الدفاع القومي الدفاع عن الوطن عن سيادة الوطن ووحدة أراضي أتحدث عن الصين لا المساعدة على المبادرة الديمقراطية حول العالم لأن الصين لم تنخرت أبدا في أي حرب في هذه العقودة الأخيرة ولكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن أبدا تنهي هذا الإنخراط أو ما نسميه ببدء فتيل الحرب الولايات المتحدة هي متحمسة لاستخدام القوات والإمكانات العسكرية كأدوات من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية بينما الصين هي متحمسة دائما أن تحقق هذه الأهداف من خلال السلام التنمية والتعاون وهذا هو الفارق بينهما بشكل أساسي سيد فريدريك نعلم أن أقوى جيوش العالم هو الجيش الأمريكي هل ترعى من وجهة نظرك أن الجيش الأمريكي بحاجة فعلا إلى التطوير ليواكب سرعة تطور الجيش الصيني وما الذي يحتاج البنتاجون اليوم إلى تطويره بالضبط إن كان لناحية الأسلحة والعتاد أو لناحية العديد أو حتى لناحية الاستراتيجيات لطالما يكون هناك حاجة لتطوير الإمكانات العسكرية والجيش من النحية أيضا التكنولوجية من أجل أن تلحق براكب التكنولوجي ولكن إن أكبر مخاوف أعضاء الكونغرس الآن هو في القوات البحرية ولا نتحدث فقط عن هذه الحاجة إلى اللحق براكب الصين اليوم لأن البحرية الصينية اليوم ليست البحرية الأمريكية ولكن هي الآن نتحدث عن الصين تحدث هذه التطورات الملحوظة جدا وأيضا تنمي كل إمكاناتها ونحن نخاف من السرعة أو من عدم اتخاذ هذه السياسات الأمريكية السرعة اللازمة اليوم من أجل مواكبة هذا التطور وهناك هذه الضغط على الإدارة من أجل تغيير هذا الواقع وهناك حاجة أيضا إلى التطور التكنولوجي من أجل أن نبقى في طليعة الأسلحة المتطورة للدفاع عن الوطن عن أيضا السفن ضد الصواريخ ولكن بالنسبة لي أن التركيز يجب أن يكون على ما يلي بناء المزيد من السفن من أجل مواكبة المنافسين دكتور فيكتور ذكرت لي قبل قليل أن الصين ليس هدفها الحرب إنما هدفها السلم والتنمية والاقتصاد بشكل عام إذن ما حاجة الصين إلى زيادة ميزانية إنفاقها العسكري بشكل سنوي سيما العام المنصرم كانت زيادة مرتفعة عن العوام الماضية وأيضا ما حاجتها إلى تطوير تكنولوجيا تتعلق بالأسلحة وتتعلق بأيضا الأساطيل البحرية تحديدا أولا وكما ذكرت إن هذا الإنفاق العسكري الصيني السنوي هو لا يتعدى ربع ما تسخره الولايات المتحدة ثم نحن سمعنا من الضيف الأمريكي الحديث وهذه المفارقة بين البحرية بين الولايات المتحدة والصين وكل العتاد المرتبط بذلك من ناحية المخزونات أيضا والطائرات ولكن إن الصين ليس لديها أكثر من طائرتين تقديران على حمل رؤوس النووية والآن هناك تطوير لأسفينة الثالثة لا نتحدث عن هذه الفورق الكبيرة اليوم في ما تعلق بأيضا الغواصات إلى أخيره سموها أنتم ولكن يمكننا أن نرى أن هناك هذا التمركز الاستراتيجي بين الولايات المتحدة من الناحية البحرية وأيضا الصين من ناحية هذه الوحدة العسكرية وهناك فوارق ولكن الصين تود أن تقوم بما يلي أن تضمن أن الكل بما يشمل الولايات المتحدة أن الكل يعرف أنه سيكون من الساذج أن تطلق حربا ضد الصين أي محاولة من أجل البدء بحرب ضد الصين سيستدعي ردة فعل صينية من الناحية أيضا الدفاعية العسكرية بالاستحاء التقليدية والنووية أيضا وبالنسبة لي أعتقد أن ما تتوقعه الصين هو السلام بين الولايات المتحدة والصين بناء على المحاور الرئيسية وبالتالي أنا أحث الجميع لأنه لا الولايات المتحدة ولا الصين من مصلحتها أن تبدأ هكذا حرب لأن الاقتصاد الصيني اليوم هو تخطى الولايات المتحدة من ناحية القدرة الشرعية وأيضا أن الإنتاج الصيني اليوم هو يتجاوز الولايات المتحدة واليابان وألمانيا إذن نتحدث اليوم عن أساسات الخلفية الاقتصادية هذا ما يسوق هذا التقدم الصيني على الساحة العالمية دكتور فيكتور اسمح لي أن أنتقل من كل هذه النقاط بسؤالي لسيد فريدريك نعم سيد فريدريك والسري جورنال تتحدث عن أنظمة مستقلة يعمل البنتاجون على شرائها وهذه الأنظمة تستخدم ذكاء الاصطناعي هل يكون ذكاء الاصطناعي هو الشوط الحاسم في هذه المنافسة بين الولايات المتحدة والصين وأيضا إذا كانت تريد الولايات المتحدة أن تحافظ على إذا صح الوصف توازن الرعب بينها وبين الصين لماذا تسعى إلى التفوق العسكري على الصين هناك مخاوف حيال دمج الأسلحة بالذكاء الاصطناعي وهذا ما سبق وذكرته ولكن المشكلة هي التالية عندما تلغون العامل البشري من اتخاذ القرار فيما تعلق بالأسلحة أنتم تخلقون هذه البيئة التي قد تؤدي إلى المزيد من الوفيات والأضرار في حال كان الحاسوب هو من يتخذ القرار بشن الهجم من عدمها وحتى يمكننا أن نفكر بهذه الأنظمة للذكاء الاصطناعي التي تشمن الضربات المضادة على البلد الذي أطلقها إذن هناك كل هذه المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي اليوم باستخدام هذا الذكاء هناك الكثير من الأمور التي يمكن أتمتتها من أجل تسهيل الإمكانات العسكرية واستخدامها ولكن هناك خط لا يجب تجاوزه ونحن نتحدث عند القرار المتخذ من قبل آلة من قبل حاسوب فيما تعلق بإطلاق صاروخ مثلا اليوم نحن نقترب من هذه المشاهد والصين والولايات المتحدة الآن على المستوى القيادة يفكرون بذلك بمعنى الذكاء الاصطناعي للأمور العسكرية في المستقبل دكتور فيكتور كما نعلم الولايات المتحدة تحاول أن تتخذ كل الإجراءات الممكنة لمنع الصين من الحصول على تكنولوجيا رقائق المتطورة التي تدخل في صلب تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي والتي أيضا يمكن استخدامها في التطوير العسكري من أسلحة ومن أنظمة لأي مدى هذا الأمر يعرقل الصين اليوم في مسعها إلى تطوير جيشها وأسلحتها وجهوزيتها الدفاعية أنا سعيد جدا لأنك تحدثت عن هذه الحرب الأمريكية لأشباه الموصلات ضد الصين وأود أن أذكر ما لي أولا هذه الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة هي تحاول منع الصين من الوصول إلى الرقائق وأشباه الموصلات الأكثر تقدم ضد الصين وهذا أمر حاطئ وهذا ينتهك اقتصاديات السوق وهذا ينتهك حرية السوق ومبدأ السوق الحر وأنا سعيد جدا مع زيارة الوزيرة ريموندو زارة التجارة زارة الصين وأن هواوي التي هي تقضع لكل أنواع التوترة والضغوط من قبل الولايات المتحدة إذن هواوي أطلقت هاتف ميت بي سيكستي برو هذا الهاتف الذكي الذي يستخدم مئة بالمئة من الرقائق وأشباه الموصلات التي صممت وأنتجت من قبل الصين إذن هذه إشارة صارخة وقوية بأن هذه الحرب الأمريكية ستنتهي بفشل ذريع لأن الصين لطالما كانت العميل الأول الذي يشتري أشباه الموصلات والرقائق من كل الأنواع لسيما أكثرها تقدما على سبيل المثال وذلك من الولايات المتحدة وأن الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة ضد الصين إن هي محاولة لقتل هذه العلاقة مع أكبر العملاء لهذه المادة وهذا أمر لا يسوغ وهو غير منطقي لأنكم في حال تسيرون أي عمل أنتم تودون أن تغذوا هذه العلاقة مع العميل ولا تودون أن تقتهوا العلاقة أو أن تسمموا العلاقة بالعميل إذن الصين اليوم هي متكلة على نفسها واليوم ليست بحاجة لاسترار أي من الرقائق أو شباه الموصلات من الولايات المتحدة والآن من المضحك جدا أن نرى واشنطن تقول نعم هناك هذه الأشباه الموصلات التي وصلت إلى الصين ولكن في حال لم تكن حساسة لم تكن متقدمة كثيرا لم تكن تستخدم للأهداف العسكرية يمكن بيعها ولكن أود أن أذكر ما يلي أيضا في حال تطوير أي أسلحة عسكرية أنتم لستم بحاجة إلى أكثر الرقائق تقدما لأنكم بحاجة فقط إلى النوع العادي المتوسط من الرقائق ولكن في حال استخدام مثلا الذكاء أو الهواتف الذكية الآن هذا القطاع الذي يتطور مع كل التطبيقات أنتم نعم بحاجة إلى أكثر الرقائق وأشباه الموصلات تقدم إذن أظن أن الولايات المتحدة الآن تركز على هذه الحرب للرقائق ضد الصين ولكن هذا يوما بعد يوم يكشف على أنه محاولة ستبوء بالفشل وهذا لن يؤخر ولن يبطئ الصين وهذا لن يغير أي إمكانات ابتكارية للصين شكرا دكتور فيكتور يا طول الحديث في هذا الملف أكتفي بهذا القدر دكتور جاون نائب رئيس مركز الصين والعالمة في بكين شكرا لك سيد فريدريك فليت المسؤول السابق في البيت الأبيض وزميل أول في معاة سياسات أمريكا أولا شكرا جزيلا لكم ولوجودكم مع معنا